المستشار مرتضى منصور في منشور له أنا لم أتقاضى الحمد لله قام محامين مكتبي وعلى رأسهم الأستاذين أحمد مرتضى ووحيد صلاح وبقي أعضاء المكتب من المحامين من إنهاء جميع إجراءات دفن جسد الفقيد المرحوم حلمي بقرة واستلموا تصريح الدفن من النيابة العامة وتوجهوا به إلى مستشفى السلام واستلموا جسمان المرحوم حلمي بقرة لإقامة صلاة الجنازة في مسجد السلام بعد ما كان قررهم مسجد النور في العباسية ولكن أشكاه بعد إعلان نجله بمكان صلاة الجنازة بعد التشاور مع أعمامه لكن هؤلاء الأعمام عدلوا المكان وهم أحرار لك الله يا حلمي يا بكر المهم أن العزاء سيقوم بعد صلاة المغرب اليوم في مسجد الحامدية الشازلية رسالة لمن يدعي أني تقاضيت أتعابي ومقابل جهدي بالدولار من نجلة هشام المقيم في أمريكا اسألوا النقيب مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى ماذا كان أرد فعلي عندما تحدث مع الأستاذ هشام نجلة المرحوم بخصوص أتعابي وكان أرد فعلي أني سرت في وجهه وأبلغته أن والده وصديقي منذ سلسين سنة وعيب تحدثني في واجب فرضته وفرضته الصداقة علي وبالطبع لما أتقاضى مليما واحدا والله العظيم الدنيا لسه بخير خير قوي الله يرحم المزيقار حلمي بكر وجميع موت المسلمين أجمعين لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد